طبعاً رح ننتقل لضيوفنا بالستوديو اليوم معنا دكتور حسين الدبوبي هو رئيس قسم جراحة القلب في مستشفى الأمير حمزة ورح نحكي عن موضوع مهم موضوع جداً مهم أليكساندرا رح نحكي عن ارتفاع درجات الحرارة وضربة الشمس وعلاقة ارتفاع درجات الحرارة بالجلطات القلبية يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك صباح النور والسرور وصباح الخير والتفاؤل لجميع شعبنا الأردنية المعطة يعطيك ألف حافية طبعاً إحنا تحت الهواء كان لنا حديث مع الدكتور وسألنا الأسئلة اللي حبين فعلاً أن نعرفها واطلنا على تفاصيل مهمة فأتمنى فعلاً كل الأشخاص اللي عندهم تساؤلات كتير يعني عن هذا الموضوع يفضوا فقرتنا بعين الاعتبار أول شي خلنا نسأل شو هي ضربة الشمس يعني عم نسمع أكتير أشخاص صابهم ضربة شمس ممكن صاروا مناح وممكن أثرت عليهم بعد هيك بشكل سلبي ولكن نعرف شو يعني ضربة شمس بسم الله الرحمن الرحيم ضربة الشمس هي بالبداية ارتفاع درجة حرارة جسم الإنسان الداخلية لأكثر من 40 درجة مئوية وما في سبب يفسر ليش ارتفاع درجة الحرارة بوجود ارتفاع بدرجة حرارة الجو تمام فهذه هي التعريف شو معنى ضربة الشمس وليش بتصيبه نعم نحكي انه عنده حرارة الشخص ولكن لا نتيجة التهاب ولا نتيجة انفلونزا ولا نتيجة مرض معين له علاقة بالالتهابات او الأمراض ولذلك لازم احنا مشان نشخص إصابة المريض بضربة الشمس انه نحطها ببالنا ما نغفلها وخاصة انه في هالفترة هاي موجود الكورونا وهي بترفع درجة حرارة للإنسان فإذا كان رح يعني يصير في عنا تشوش بالتشخيص فإذا حطيناها ببالنا رح نصير للتشخيص ورح انه ننقذ حياة المريض لأنه إذا تفاقمت لها مراحل ضربة الشمس إذا تفاقمت الأمور ممكن لازم الله تؤدي للوفاة طيب دكتور حسين ليش مش كل الأشخاص بتصيبهم ضربة شمس يعني ممكن نفس الشخصين يكونوا موجودين تحت أشعة الشمس الشخص بتحمل الأشعة والحرارة الشخص الثاني على طول بتصيبوا ضربة الشمس هل لون البشرة معنجد ممكن يأثر دايما بنقول البيض ما بتحملوا أشعة الشمس السمر ممكن يتحملوا الأشعة في الكلام فيه كثير من الصحة بس خليني أحكي عن كيف تصير ضربة الشمس وشو اللي بسبب ضربة الشمس اللي بنظم حرارة جسم الإنسان الحيوانات نوعين الثديات والزواحف والغير هذه بسموها ذوات الدم الحار وهذه بسموها ذوات الدم البارد ذوات الدم المارد بترتفع درجة حرارتها مع درجة حرارة الجو وبتنزل بالمرودة وبتتكيب بهالوضع جماعة الثديات ومنها الإنسان بحافظ على درجة حرارة معينة اللي هي الوسطية 37 درجة مئوية سواء وصلت الحرارة 40-42 أو نزلت لتحت الصفر لازم تظل درجة حرارة 37 هذا اللي بنظم درجة الحرارة في مركز موجود بالدماغ بقاعدة الدماغ اسمه الهايبوثلمس أو ما تحت المهاد فهذا السنتر هو اللي بنظم درجة الحرارة ليش بتصير ضربة الشمس؟ لأن المرضى هذول في مراحل بتصير فيها ضربة الشمس المرحلة الأولى أنه بصير فيه ارتفاع بدرجة الحرارة أول شيء ضروري جداً بصير فيه تعرق وزيادة إفرازات السواء الموجودة بجسم الإنسان وبعدين المريض بشكي من أعراض عصبية اللي هي الصداع، الدوخة أحياناً بصير في عنده تقيو ومعاديين ممكن يتشوش تفكير الإنسان بصير يهدي يحكي كلمات غير واقعية المرحلة الثانية اللي هي الأصعب أنه كيف بصير ضربة الشمس؟ الدم فيه مستقبلات موجودة بالجلد بتروح لهالمنطقة هاي اللي حكيان عنها الهايبوثلمس بتعطي إشارات أنه والله في حرارة عالية فبيعطي إعازات للجسم أنه والله الغداد العرقية لازم تفرز أنه أوعية الدموية لازم تتوسع مشان يصير الانتشار الحرارة لذلك حتى الإنسان يحافظ على درجة حرارة معينة فيه شغلتها لازم تصير الأول أنه يصير فيه تعرق والشغل الثانية أنه لازم يتبخر لذلك إحنا المرضى بمعالجتهم أنه لازم نبرد المريض ونعرضه لمروحة أو لهوى مشان يطرد هالسوائل والجسم يبرد المرحلة الثانية اللي حكينا عليه اللي أخطر أنه بصير فيه جفاف بالجلد استهلكت هالسوائل الموجودة بصير هبوط بتضغط لأنه حتى يعبي لذلك رح نحكي عنها بعلاقتها بالجلطات القلبية هلا بنرجع للسؤال اللي حكيته الأختيبة إنه ليش بعض الناس بصير عندهم ضربات شمس وناس ما بصير عندهم هل جهاز اللي موجود بقاعدة الدماغ اللي بحافظنا على درجة الحرارة يجب أنه يكون فيه تعود على الظروف الجوية اللي موجودة لذلك اللي عايشين بمناطق حامية هذا المركز صار يتحمل ويعرف أنه متى يعطي الإعازات للتفريغ الهواء أو العراق ويبرد جسم الإنسان ذوي البشرة البيضة واللي متعودين على درجات حرارة واطية هل المنطقة هاي اللي حكينا عنها اللي هي بتتحكم بدرجة الحرارة مع السنتر هذا غير مهيئ أنه يتعامل مع درجة حرارة عالية فلذلك بصير في بالعامية خربطة بهالجهاز هذا ببطل يقدر أنه يودها الإعازات هل ليش درجة الحرارة 37 هي الدرجة المثالية لجسم الإنسان حتى يعمل التفاعلات الكيموية اللي بتحافظ إنتاج درجة الحرارة بالضبط وشانت حافظ على الأجهزة الحيوية الموجودة وأهم أربع أجهزة اللي هي القلب والدماغ والكلاء وبقية الأجهزة يعني أنت دكتور أجبتنا على سؤال هبا وأجبتنا على السؤال اللي هلأ مرات كتير ممكن بيخطر بال كتير من الأشخاص لما منقرأ الأخبار أنه في دول أوروبية معينة عم بيكون في ارتفاع غير طبيعي لدرجات الحرارة وغير مألوف على هذه المنطقة أو عم بيكون في عدد وفيات كتير كبير فكلنا سألنا هل معقول درجات الحرارة اللي هي يمكن توصل أربعين وإحنا متعودين مرات كتير ممكن توصل أربعين ودول الخليجي ممكن كمان درجات الحرارة مرتفعة أكثر من هيك هل ممكن تتسبب الوفيات؟ هذا هو الجواب أنه هم مش متعودين على درجات حرارة مرتفعة فبصير في مشكلة بالجهاز المسؤول طبعا أنا ما أحفظ اسمه ولكن الجهاز المسؤول على المعادلة ما تحت المعادلة هو بعادل درجة الحرارة حتى تكون درجة الحرارة 37 علاقة درجات الحرارة المرتفعة بالجلطات اللي ممكن إنها لاصل محلات تأثر أو الأشخاص اللي عندهم مشكلة في القلب وبتعرضوا لدرجات الحرارة دعني أحكي شغلة بسيطة جدا تفضل دكتور من هم الأشخاص اللي ممكن يتعرضوا لضربات الشمس الناس اللي طبيعة عملهم دائما بالشمس مثلا الله يعينهم شرطة السير ورقباء السير وشرطة هذول مكون دائما موجودين بالشوارع السواقين عمال الوطن يعطينهم ألف عافية العمال اللي بيشتغلوا بالبناء وأكثر درجة حرارة عالية وممكن تؤثر على الإنسان بين الساعة 11 و الساعة 3 لذلك إحنا هذول لازم ناخذ يعني رسالة لأصحاب أو أرباب العمل إنه يا إخوان هذول الفترة هاي إنه نحاول صعبة خطرة خطرة جدا إنه يكون هل للناس اللي عاملين يكونوا بمنطقة في هذل نعطيهم سوائل أكيد طيب دكتور الأشخاص اللي لازم أو طبيعة عملهم تطلب منهم يكونوا تحت أشعة الشمس شو المفروض يعملوا لحتى يحموا أنفسهم وما ينصابوا بضربة الشمس أول شيء هذول المرضى أو الإخوان ما بنعتبرهم مرضى ولكن إذا إصابتهم بالضربة الشمس صاروا مرضى إحنا بدنا نحميهم عشان ما يتصير معهم ضربة الشمس لذلك لازم يلبسوا الطاقية اللي ممكن أنه تضلل على الوجه لازم يلبسوا ألبسة تكون قطنية أو كتانية اللي بتمص أو تشفط العرق أنه النايلون برفع درجة حرارة أي وبدال ما يرفع درجة حرارة واللون كمان بيأثر واللون مهم جدل الألوان الفاتحة هي بتعكس أشعة الشمس بينما الألوان الغامقة هي بتمص درجة الحرارة وتشفط درجة الحرارة وبتزيد درجة الحرارة الداخلية وشرب السوائل كمان شرب السوائل مهم جدا يعني يجب لذلك قلنا أول سبب المرحلة الأولى هي فقدان السوائل لذلك لازم نعوض السوائل ولازم نعوض أحيانا الأملاح اللي بتأثرها هي اللي بتعمل الكرامس أو تشنجات العضلية بالمرحلة الثانية هي نقص البوتاسيوم ونقص الصوديوم هذول أهم فيه طبعا الفوسفات وفيه عندنا الماقنيزوم هذول كمان ممكن يتأثروا بس أهم بسمهم الشوارد لأنه عندهم كهربائية سالبة أو موجبة فبتنافروا في اللي تسمعهم بالعربي الشوارد بالإنجليز اسمهم إلكترالات هذول مهمات جدا أنه ممكن يعملونا تشنجات بعضلات الجسم وبيزيد معاناة المريض بصير من الألم بصير يتنفس أكثر وهاي بزيد جهد وفقدان سوائل يعني إحنا الإنسان بشكل طبيعي بيفقد حوالي 500 سيسي باليوم 300 إلى 500 عن طريق التنفس بس تنفس التعرق نفس الشيء بدون أي شيء من جلده بيفقد حوالي لذلك هذول ممكن بدرجة الحرارة العالية الإنسان من التعرق ممكن يفقد له من نص لتر لتر يوميا فلذلك لازم نعوض هالسوائل هاي والشوارد هاي شرب الماء لذلك بسموه هذول اللي بعطوها الأدوية أو الشراب بسموه الأكوسال أو الأورال هاي بتفيد كثير لأنه فيها سوائل وفيها معادن موجودة هلا بنرجع لموضوع الأخت هيبة اللي حكت أنه شو علاقة الضربات الشمس بالجلطات القلبية هلا المريض اللي عندهم مرض بالقلب وخاصة كبار السن أو اللي عندهم أمراض ثاني زي السكري وغيره هذول بياخدوا مدرات للبول اللي عندهم أمراض قلب فهاي بيفقد سوائل من الأدوية مشان أنه ما يعاني المريض من احتقان رئوي وتعب وبالإضافة لذلك صار عنده تعرق شديد فهذول شو بصير عندهم بصير عندهم هبوط بالضغط الجسم أو القلب بده يتفاعل فبيزيد نبضات القلب نبضات القلب اللي ما زيد بتعمل جهد على القلب بصير نقص تروية لشرايين القلب فبالتالي اللي عندهم جلطات قلبية فبتزيد نسبة أنه صير عدم وصول الدم الكافي له الشغلة الثانية أنه نقص السوائل شو بتسوينا بتزيد لزوجة الدم لزوجة الدم هي بتحمل خطرات وخاصة عند المريض اللي عنده تضيق فأي تضيق به شرايين وخاصة إذا كان أكثر من 50% فممكن تتكون جلطة وتسكن نشريان القلبي يعني موضوع ضربة الشمس موضوع مهم وحقيقي وممكن يأثر على كثير من الأشخاص اللي فعليا ما بناخده بعين الاعتبار حيما نقول شمس عادي وهلأ يمكن موسم كمان إصباحة يعني فكثير من الأشخاص ممكن يقعدوا بالشمس من الساعة 11 للساعة 3 اللي هي الفترة اللي زي ما تفضلت هي أخطر فترة وما يأخدوا هاي الأمور بعين الاعتبار موضوع خطير ومش سهل طب دكتور فيه أشخاص بيتعرقوا بطبيعتهم بطبيعة أجزائهم فيه أشخاص بيحسوا بشوب ولكن ما بيفرزوا هذا العرق هل بيأثر كمان ما بين شخص وشخص يعني اللي بيفرز عرق أفضل من اللي ما بيفرز عرق لأننا منعرف إحنا إفراز العرق بيبرد الجسم بيحس باحد حاله أنه بيبرد نعم نعم صحيح بس أنا بدي أحكي قبل ما أجاوبك على سؤالك فيه شغلة أنه ضربة الشمس لا تعني أنه بس تعرض للشمس يعني واحد ممكن يكون بطبيعة عمله فران درجة حرارة عالية جدا اللي بيشتغلوا بالجم أو اللي بيطبخوا ومولوني بالمحب جهد عالي جدا ممكن يتعرض لإذن هي زيادة درجة حرارة أي نوع حرارة بس الأكثر اللي بتعرضوها اللي بيكونوا موجودين بالشمس مباشرة بس لا يعني ضربة الشمس اللي هي الشمس فلذلك بيسموها هيت ستروك مش سن ستروك صحيح مش عابل هلأ منرجع لسؤالك اللي هو موضوع التعرق هل فهل ما شخص اللي بيتعرق أكثر يعني ضرر عليه هو التعرق الطبيعة يعني لما يكون الإنسان طبيعته وجسمه إنه إذا تبع درجة حرارة ومشان يبرد يتعرق ويكون أحسن طبعا أحسن وهو بساعد إنه الإنسان يرجع لدرجة الحرارة السبعة وثلاثين اللي ما بتعرض عنده مشكلة بالتعرق فعلا ممكن يضايقه ولكن هذول الجماعة تعود الجهاز اللي حكينا عنه السينترا اللي هو الهايبوث لامس على إنه قلت التعرق فهو بيخفف يعني مثلا من شرب السوائل هو صار تعود يعرف شو بده يسوي يعني مثلا المرضى اللي عندهم بالليل ممكن أن يدرجة حرارة عالية ممكن يكشف الغطاء عن حاله ممكن يجي عنده كاس مية باردة يشربها فهو بيعرف كيف صار يفهم على جسمه يفهم على جسمه بالضبط يصير في لغة لا إرادية بينه وبين جسمه طيب دكتور رحسين الإسعافات الأولية لضربة الشمس أكيد هلأ في أمهات كثير عم بيحضرونا ممكن أطفالها يتعرضوا ممكن كبار السن قبل ما يوصلوا على المستشفى بالبيت مثلا إيش مفروض تعمل الأم أو شو يتتصرف لحتى تسعف هال المريض هل في المسكينات يعني كأدوية ممكن سؤال لطيف جدا منكو ثنتين اللي هو الأطفال وكبار السن هذول أكثر ناس ممكن تعرضوا لضربة الشمس الأطفال لسه السنتر اللي حكانه لسه ماهو ما اكتمل نموه فلذلك ما بيقدر يتصرف زي الإنسان النابط الكبير بالسن صار فيه تلف بهذا الهدف وبالتالي كمان فيه خلل لذلك فيه ناس وسمعنا كثير قصص أنه أطفال بتركوهم أهلهم بالسيارة للأسف ويرجعوا ولهم مصابين بضرب وحيانا لازم حالله بيقدر الوفاء طبعا لذلك هلأ مريض أصيب بضربة الشمس هذول الأول شغلة لازم نسويها أنه نتصل بـ 9-1-1 لازم أول شغلة أول إجراء لأنهم يعرفوا كيف يتصرفوا أمر أكثر من الإنسان اللي ما عنده خبرة الشغلة الثانية أنا بلقي للمريض من المنطقة اللي هي معرض فيها للشمس إلى منطقة فيها ظلة الشغلة الثانية أنا بصير أبرد على المريض وبجوز إحنا فيه أخطاء كثير الناس ما بيعرفوا وين الخاصة الأمات لما يتفع درجة حرارة طفلها وين تحط الكمادات ويحطوا على الجبهة الجبهة بتفيد لأنه بس لازم كل الجسم لأماكن معينة الأماكن المعينة اللي فيها أوعية دموية اللي بيطلع الحرارة بين الفخدين لأنه فيه شرائين كبيرة شرائين الفخدية هذه لازم إحنا نحط فيها الكمدات نقعد المريض ما نخلي نايم هذا اللي إيجا الغيبوبة العادية لا نخلي المرض نايم مشان نتنفس هدول لا إحنا لازم نقعد المريض مشان نخفف السوال ويقدر يأخذ نفس بشكل طبيعي اللي بيستخدمه مي وخل بالتبريد على الطفل ضار لذلك اللي حكاته لأختها الإكساندرا أن الأدوية الأسبرين وخافضة الحرارة لا تفيد بالعكس بالضر وممكن إذي يكون يعملنا نزيف بالمعدة والأمعاء فهذه غير مقبولة نبعد عن المسكنات هي بس تبريد وإذا كان صاحب نعطي سوائل وبعدين كم رش مية ممكن نحطه على الدش إذا كان صاحب واعي أو إذا في ناس موجودين وممكن نحطه مواد باردة مش ثلج مش درجة الحرارة من مرتفعة كثير نعمل له شوك ونحط له ثلج لا تكون باردة ولكن مش ثلج يعني مش ثلج ميت الحنفية ومتاز نحن بدنا نشكرك دكتور حسين أدابوبي رئيس قسم جراحة القلب في مستشفى الأمير حمزة معلومات في غاية الأهمية جدا وممكن كثير من الأشخاص فعلا يكونوا معرضين لا سمح الله لضربات الشمس فانتبهوا ضربات الشمس مش سهلة وممكن يكون فيها تأثيرات سلبية ما بنطول على زميلنا عهد الدبعي طبعا أصلا بالغور ويعني درجات حرارة مرتفعة وخايفين عليهم خايفين عليهم الله يحميك يا عهد الله يحميه